تكملة للجزء السابق في البداية كتبنا المعادلة اللفظية ومن ثم كتبناها بالرموز نلاحظ أن عدد ذرات الكالسيوم في المواد المتفاعلة ذرة واحدة أما في المواد الناتجة ذرة واحدة إذن هي موزونة ثالث خطوة نوازن ذرات الهيدروجين لا يوجد لدينا هيدروجين رابعا نوازن ذرات الأكسجين هنا اثنتان وهنا واحدة لذلك نضرب المواد المتفاعلة باثنان عند ضرب المواد المتفاعلة باثنان فإنه ينتج عنه ذرتان من الكالسيوم للموازنة الكالسيوم نضرب الكالسيوم في المواد المتفاعلة باثنان نتأكد من الموازنة لدي ذرتان كالسيوم في المواد المتفاعلة ذرتان كالسيوم بالمواد الناتجة ذرتان أكسجين بالمواد المتفاعلة ذرتان أكسجين بالمواد الناتجة من دلالات التفاعل الكيميائي بداية لدينا أول نشاط وهو نشاط ثلاث في الكتاب إنتاج الحرارة وإنتاج غاز يتصاعد هنا في الرسم أضفنا قطعة صلبة من الآلمنيوم ثم أضفنا عليها كبريتات أو حمض الكبريتيك المخفف السائل عند إضافتهم فإننا سوف نكتب المعادلة الكيميائية المعادلة اللفظية في البداية هي ألمنيوم زائد حمض الكبريتيك أن تجولي كبريتات الألمنيوم زائد الهايدروجين لكتابتها بالرموز الألمنيوم رمزه AL وحالته صلبة الحمض الكبريتيك H2SO4 وحالته أكويس محلول سوف يتم إنتاج بنصيغة كيميائية العدد الذري للألمنيوم 13 2 8 3 أي أنه يفقد 3 إلكترونات وحمض الكبريتيك هي من المجموعات الأيونية سالب 2 سوف ينتج أما في المواد المتفاعلة فهي ذرتان لذلك نضرب هنا بثنان والكبريت هنا في المواد المتفاعلة واحدة في المواد الناتجة ثلاث لذلك نضرب هنا بثلاث نلاحظ معا هنا ضربنا الألمنيوم بثنان وضربنا الأس الكبريت بثلاث ثالث خطوة نوازن الهايدروجين 3 ضرب 2 6 ذرات في المواد المتفاعلة وأيضا ذرتان فقط في المواد الناتجة لذلك نضربه بثلاث في المواد الناتجة نتأكد من موازنت الهايدروجين 3 ضرب 2 6 ذرات هيدروجين 3 ضرب 2 6 ذرات هيدروجين إذن موزون رابع خطوة عفوا نوازن الأكسوجين في المواد المتفاعلة ثلاثة ضرب أربعة 12 ذرة أكسوجين في المواد الناتجة أربعة ضرب ثلاثة 12 ذرة أكسوجين لذلك هو موزون نلاحظ أنه تم إنتاج غاز الهيدروجين والحرارة ثانيا في نشاط رقم أربعة تم وضع محلول اليود على قطعة من الخبز فتغير لون الخبز إلى اللون البنفسج الغامق مائل إلى الأسود أي أنه أصبح هناك تفاعل بين النشا مع محلول اليود وكذلك الأمر مع البطاطة أي أن البطاطة تحتوي على النشا وأيضا تتغير إلى اللون البنفسج الغامق أما عند وضعها فوق الحليب فلا يتغير لون الحليب لأنه لا يحتوي على النشا ثالثا تشكل الراسب عند وضع محلول نترات الفضة مع كلوريد السوديوم ترجمة نانسي قنقر شكرا